أهلا وسهلا أهلا وسهلا وبشكركم أنه في ناس عم تتجاوب معنا بهالمعنى اللي عم نحطه في قواني وفي معاني والمعاني إذا أنتوا بتزيدوها بتزيد بعطولنا دايما بريد إلكتروني أحسن شي عندكم أي اختبار أي مشاركة فينا نشارك فيها بعلم وبفهم شو فيه مواقع حلوة كتير بتحكي عن إسلام الله عن الفطرة تنقول للناس حول العالم اللي عم بتشوفوه هيدا من جهلنا بس طاعة تنفوت إعجال وتوكل تنفوت بفكرنا ونفسنا وبذاتنا وبروحنا ونشارك واحد فيلسوف وواحد أمي راحوا رحل التخيم في الغابة بدون نخيمه وبعد ما وصلوا على بقعة جميلة حلوة كتير حطوا هالخيمي أخذوا تعشوا مع بعضون وبالشو يحبكوا مع بعضون ونعم وبعد منتصف الله هالأمي وعيلة هالفيلسوف قوم قوم انظر إلى الأعلى وقل لي ماذا ترى فقال الفيلسوف أرى ملايين النجوم وماذا تكتشفوا من هذا شو اني هالملايين النجوم وبالاش يكون هالفيلسوف لو قلنا فلكيا فهذا يدلنا على وجود مئات وملايين الكواكب والمجرات أما بالنسبة للوقت تقريبا الساعة الآن قبل الثالثة صباحا بدكم بدقائق قليلة للجو فأظن إن الجو سيكون صح وجميل غدا ثم أخيرا فإن الله سبحانه وتعالى يرين قدرته وكم نحن ضعفاء وتافهين بالنسبة لهذا الكون العظيم وليه إلي على ماذا يدلك هذا المنظر ولكن إلي إنهم يدلني على العلوم وعلك قال له يا حمار أنا عم بإلك أنا الأمي بدي احتي معك يا فيلسوف وللخيمي بدر مين إجا وسرأ مينة فلسفة نسمع له لها الأمي شوفوا اللي عمل السفينة نوح والسفينة قرارات انتبه فهيرا عنده هوية إليك عنده إياه مهنة لأ قال له تعلم الرسم 12 سنة من سيا 12 قعد رسله فإساً هيدا هالأمي مش لأنه أمي ما بيعرف يقرأه كثير من الفلاسفي والعبيقرة والأنبياء والعلماء والحكماء عنده نياب الفترة خبرتكن بيني زارقة جهة رؤية لنيلم كيف تعمر الكويخ بعدين إجا عالم بنا كبير وقال له أنا بحب أوشو أنا رح أبني وواحد كمان إجا وقال له أنا بحب أوشو ومعي ما صاري قال له رزقه وقال له شايدة اللي عم يبني وهي عنده صورة كانت تعطاهه صور وقال له صارت بترسم وقت اللي شايفي هالرؤية قال له بني الكوخ قال له بس ما فيني أرض قال له بنا في شي تحته بدنا نبني قال له ما بينبنهم في النهر وما فينا نبني شي هون تحت قالت له وقف عيطيت لهو دي الفلاحين اللي حوليها بيعطوها قمح وشعير وهي كمان بتعطيهم هيك مقايا ده بيتبادلوا قالت له بتعرفوا كيف فينا نبني هون أبو تحت قالوا لأكيد منعرف هيدا اللي بات اللي حد النهر بناءه غير ما اللي عم يبني خليص معلنا لو نقرأ ولم نكتب نحنا في اللحين تعجب المهندسي اللي دارس بجامعات أمريكية كيف قالوا المن ما يماشي هاك ما تحفر انت هاك تحفر هاك تكون مع السرية مع السيولة تحفر منهم تحفر منهم وماليا هاكي ببن مشي مع النهر دايما بتشوف انه هيدا إنسان مش متعلم حكي معه بيتكل على الفطرة الفطرة بتوعيه بالفطرة في وحلي قالت لجوزة رتب الجنينة وضبطلي الورد شو شايفتيني أنا مزارعي يعني طيب صلح الحنفية هادي عم بتخر شايفتيني أنا سباك طيب صلح ييد البيب مكسورة شو شايفتيني أنا نجار طلع الجوز لبره البيت ويوم اللي رجع قالت لجنينة مرتبة والحنفية منيحة ويد البيب مركبة مين اللي سوا كل هالشي قالت له هيدا جارنا هون شايفني بالحديقة قال لي تبيني أساعدك قلت له ايه والله شو بتعمل قال له أنا اللي بدك يا بساعدك فيه قالت له طيب شوف شو فيك تعمل اجا قال له هيتل أقلك لسويلي بس أنا بدي شارط إذا بدي سويليك شو ما بدك أنا هالدي ما يعني قلت له شو قال له بديك تسويلي همبرجر أو نعمل معي قال له شو عملت أكيد عملت له همبرجر كتير منيحة شو صح قالت له شو مفكرني أنا بشتغل بمكدونالد همبرجر طبع المكدونالد مفيك لاي منيعمل لعل نسوي شو أنا بعرف هايك متل ما أنت ما بتعرفيه كمان ما بتعرفيه بصة حلوة كتير بلنا ننتبه له يمكن صعب شوان بس على الزكر ما في شي صعب الفكرة هي الشطان الفكرة بعمل هي قل ليش البياقرة الهندية أغلى من البياقرة الأمريكانية عمل الهندية قال له ايه قال له ليه قال له بحجب يضل يهز راسه هلا شوفوهم شو عم نعمل صرف نجين الأم بتقول القصة صوقها الروفسور الأستاذ الكبير قدين تلميزه اللي تخرجوا قلومه ومعه بعض الوسائل التعليمية وعندما بدأ الدرس دون أن يتكلم أخرج عبود إزاز فيه فاضي بدي يحكي قال له هاي أنيني فاضي رح حط فيها طبيب الجورف سألت ليس هلا فاضي ولا ملياني هاي ملياني فيها طبيب أخذ سندوق صغير في بحث صغير حصة حطهم فوق هاي وبالطبع ملأ الرمل باقي الفراغات اللي فيها سألت طلال مرة عن أخر كانت السجاجة ملياني شيء لا شو كان فيها فاضي حطينا الطابة حطينا بحث حطينا ربيط بعدين قالوا ليكوا هلا معي فجين أروا وذا بحثوا كب عم هالبحث بحث أول شيء طبيب البيضة بعدين البحث بعدين الرمي بعدين في الجيل القهوة هم ماي فات بالكل ضحكوا التلميسة وبعد أن هذا أبضحك وشرح من البروفيسور الحديث قائلا الآن أريدكم أن تعرفوا ما هي القصة إنها زجالة تمسح الحياة كل واحد منكم هذه هي حياتي شو بدي حب أول شيء بحياتي أنا كباي فاطي شو اللي برايوريتي الخيار عندك شو اللي عندك أهم شيء ضرورياتك بالحياتي أنا مصاري وإنتي شريت على حطان وإنتي 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 تفكر كل شيء بعدين بتكبوهم وتحطوهم آخر شيء عندك هالفنجين القهوة فات بالي لكل فيكم تشوفوا إنه بيضال في عندك حياتي مهما كانت صعبة وشو ما عملت للضروريات والمهمة اللي عندك والشالهام الشيء بعدين ما تحطها ها ربع شيء بطالك بعدين تعبتها تكبيني بتقعد أنت صديق بتجعوا فنجينها هالفنجين القهوة هالراحة هالمسيحة اللي عم تعيشوها هالسكينة هالصمت هالدعاء هالتأمون هيدا ما يصيولي فات فات بكل أعمالك الكبيرة شو ما عندك أبراج وشو ما عندك هون محيون كله فاسا ليش ما منعطي وقت تنقعد شوية بسكينة مع بعضنا ليش ما منفكر إنه هيدا رفيدي والرفيدي والأخيي والأختي طغطة نفكر هيدا منطفق منرجع منضوري ترجمة نانسي قنقر